السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مروة من مطبخ مروة النهاردة هنعمل مع بعض كده معجنة حلوة وحلويات ان شاء الله تعجبكم انا هنا حطيت كوباية ونص دقيق ونخلتها زي ما انتم شايفين لازم ادي يتنخل كويس وانا عندي مقادير انا اعمل اول حاجة جاتو عندي مقادير الجاتو عندي كوباية ونص دقيق اللي احنا نقلناها وعندي 6 بيضات بدرجة حرارة المطبخ وفانيليا وعندي معلقة كبيرة محسن جل ومعلقة صغيرة بيكنج بودر كوباية ميا دافية وكوباية سكر ونص كوباية نيش هي جات المقادير بتاعتنا هنحط اول حاجة البيض في العجان او طبعا مضرب الكهرابي اي حاجة هنحط البيض معنا وهنحط الفانيليا والسكر والميا الدافية ومعلقة المحسن الجل الكبيرة لازم المعلقة ومعلقة خل نسيها معلقة محسن كبيرة كده وهسيبهم بقي يتخفقوا غاية لما القوام بتاعهم يبقى كريمي ويرتفع جدا وهنا على الدقيق حطيت المكونات الجفة رشة ملح والبيكنج بودر والنشا وقلبتم كويس مع بعض بصوا هنا انا وقفت العجان لاني لقيته بصوا نزل على الجناب بتاعته اللي خلط ارتفع جدا طبعا ما قضوش العجان فهعملي هشيل العجان وفضيف طبق وحط الطبق ده وتحته علشان ايه المضرب السكنتين بتاع المضرب ما ينقطوش على العجان مع انه هو تبهد الخلاص انا كنت يعني ما بعملش فيه صراحة صدت بضغط علشان ما بيقضيش بس استسهلت وكنت متضايقة وكده قلت لأ اعملهم فيه بقى بدلا ما تعب نفسي فبصوا الخليط احسومكو حابة قد ايه مش كتير بصوا بعد اما ضربته بقى قد ايه قرى بيملى البلاستيكة بتاعتي وبصوا قوامه تقيل ازاي من غير ما نحط دقيق ولا اي حاجة هودة القوام اللي انا عايزيك توصلي له عشان الناس كتير بتقول ان الخيك اللي سفنجي بطلعش هاش معيهم لانه ما بيتخلطش زي ما احنا عايزين انا حطيت دي حبة حبة اللي عليه الملح والبيكنج بودر والنشا وقلبته هنا صواق بقى فرن تلاتين فاربعين فرشا ورقة زبدة وحطت فيه الخليط وخبطته كده خبطتين ودخلته الفرن على درجة حرورة مية وتمانين واستوى وخرجته وغطيته بفوتو نظيفة يعني وسبته لما يهدى هنا مساحت مكين ما انا كنت بعمل مساحت المضرب طبعا حلوة جدا لانه كانت بهدل وحتى لو ما تبهدلش لازم تمسحي مكانك كويس علشان المضرب لو سبتيه وعليه اي ترتاشة كده من الخليط بزي نشاف عليه وبتدايق جدا بعد كده اخسل طبعا المواعين مطرح ما انا عملت الكيك الكيك الخليط اللي احنا عملناه ده عمل صاقطين من اللي هي تلاتين فاربعين اللي احنا حطناه انا واردتكو صاجة واحدة لان التانية زيها بالضبط عمل صاجين تلاتين فاربعين يعني عمل ديسكين يعني لو انت عايزة تعملي ديسك واحدة تعملي نص الخليط اللي انا عملته ده بالضبط وطبعا اه الجاتو هينزلكو في فيديو مفصل لوحده بحب احط الوصفة في فيديو لوحده عشان تستفادوا منها اكتر وتبقى اه في الشرح يعني اه يعني شرحها مزبوط هنا هعمل حاجة تانية بقى بعد اما خلصت كده والكيك طلعت وغطيته زي موريتكم وغسلت المواعين هعمل ايس كريم للوليد انا حطيت هنا كباية لبن وهحط عليها اه ده كريم شانتي يعني بقيس بالكباية هحط عليها اه نص كباية كريم شانتي على كباية اللبن ادي النص كباية وانا عايزة هقول لكم واحدة واحدة الكباية اللبن انا عملته معكم قبل كده على القانة نص كباية كريم شانتي ونص كباية حليب محلة مكسف عملناه قبل كده على القانة مع بعض وهضربهم كويس جدا مع بعض بصوا القوام بتاعهم تقيل ازاي الكريم شانتي مع اللبن مع الحليب. حطيت علبة زبادي. وهنا دوت مسحوق اللي هو بتاع دريم اللي هو كريم كراميل بالشوكولوطة. هايزة تجيبيه كريم كراميل باي نكهة تانية اللي يعجبك. هايزة تجيبيه كريم كراميل بس اللي يعجبك. كده حطيت الكريم كراميل والزبادي على الخاليط اللي احنا عملنا الاول. وخفقتهم كويس جدا بصوا اساسا وانا بعملوا لكم بالمضرب بيموت. ايس كريم بجد تحفة تحفة قلبت عشان ما يكون المضرب يعني ما يخدش الجناب ولا حاجة. قلبت كويس وحطه في الفليزر بقى يجمد انا احطه كده بالعجين. لاني مش محتاجة العجين دلوقتي ومش فاضي صراحة عشان احطه في علبة. ودلوقتي الكيك بعد اما هدا معي سلكته كده من الجناب بسكين ارفياه. حطيت ورق الزبدة وقلبت عليها وشلت الورق الزبدة ببسوطة كده من عليه. وقسته. هو السوق ده تلاتين فاربعين. قسمت وخليت وعشرين في تلاتين. يعني قسمت ونصين. وبعد كده ابتديت اعمل في حاجة ثانية. سبت الكيك طبعا بعد اما قسمت ويهدى. وهبتجي هنا اعمل معاكم خلية النحلة ما قادرها ايه? عندي اتنين كيلو دقيق باكو 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 خميرة فورية. يعني معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة. وعندي معلقة خل ونص كبات زيت. وعندي بضاية وثلاث معلق سكر. معلقتين اللبن بوضر ممكن تستخدميه. ممكن تستغني عنه. ونص معلقة ملح. واللبن هنا على حسن ما العجينة تاخد معي. العجينة عن متن الاتنين الكيلو معلش ده كيلو دي. الكيلو دي بياخد كبايتين لبن. بس هنا انا اخدت كبايتين وتلت. فانت ما تحطيش اللبن كله. الا لما تشوفيه دي بياخد لبن كتير ودي. لا. انا حطيت هنا الخميرة واللبن والسكر. واسبتهم لما يتفعلوا شوية مع بعض. بعد كده ابتديت ضفيتهم للجيء. ابتدي ضفيت المكونات اللي عندي بقى حبة حبة. لغاية لما ايه? العجينة تلمت معي. انا حطيت. دي تلت كبايت لبن. انا خدت كبايتين واحدة في الخميرة واحدة كده. ودية التالتة خدت تلتها بس. يعني خدت كبايتين وتلت لبن. ممكن تخذي كبايتين بس. على حسب نوع دي بتاك. وابتدي اعجن في العجينة مش اقل من عشر دقيقة عشان تطلع مية كويسة. رشيت رشيت دي. وحطيت العجينة تخمر. وسيبتها بقى وغطيتها وسيبتها تخمر. هنا هعمل عجينة تانية خالص. هعمل عجينة البتزة. ده عندي الشرش بتاع اللبن لما بيقطع او بعمل جبنة وكده بينزل الشرش او بعمل سمنة بلدي. ده الشرش اللي بيفضل منه. آآ هعمل بيل بيتزة بعجن بيل بيتزة بتقبط حفا. حطيت هنا حبة من الشرش وحطيت عليهم بكتين خميرة فورية. آآ سكر مع لقتين سكر. وآآ حبت ديق كده وعجنتهم مع بعض. وسبتهم ايه خمره على جنب. وهنا ديق حطيت عليه ملح وآآ وملح وفلفل اصمر وآآ بودر وبصل بودر وزعتر. وقلبتهم مع بعض. والخميرة كانت خمرت. روح تجي ايه نزلت عليه وحطيت معلقتين خله كبار وهبتدي بقى عجين. حط بالن الشرش دوت حبة بحبة. طبعا لو انتي ما عندي كيش الشرش ده انا بقى استعمله بيبقى طبعا جميل جدا جدا بس انتي لو ما عندي كيش اعجيني بمية عادي خالص. انا هاعجن على قدم الشرش اللي عندي ده يخلص. لاني مش هدخله الفيليزر تاني. انا هاعجن يعني كمية الدقيق ده اتنين كيلو. انا ما خدتش اللي اتنين كيلو يعني خدت ازيد من النوم وبصوا. العجنة لسه بتلزة ولسه عندي شرش تاني. فهعمل ايه? هحطت لها دقيق حطت لها نص كيلو دقيق وهكمل عجن هياخد معي اتنين كيلو ونص دقيق عليهم المقادير اللي قلتلكو عليها بكت بيكين بجبودر. وهحط نص كوباية زيت زتون. لو انتي ما عندي كيش زيت زتون او ما بتحبوش. حطي زيت دورة عادي خالص او اي نوع زيت يكون كويس يعني. زيت الزتون في البيتزا بيقبتوحفة جدا. جربيها يعجبك قوي. بس لو ما عندي كيش اي نوع زيت انتي بتفضليه. احطيه عادي خالص. هافض لها عجن في العجينة ديت لانها تنين كيلو ونص دقيق صراحة انا عجنتها اكتر من تلت ساعة. يعني ممكن نقول نص ساعة. عجنتها وقت كبير جدا. دهانت الطبق زيت ودهانت وش العجينة زيت وغطيتها وشلتها. وهنا بقى اشيل كل الحاجات اللي عندي مطرح العجنتين. وهنضف الرخمة كويس جدا. علشان ايه اشتغل عليها. انا بعد ما عجنت العجينة طبعا الاولنية حطتها تخمر في مكان ديفي. متل اه عجينة خالية النحل اللي احنا عملناها الاول ديت. لازم تخمر كويس جدا. عجينة خالية النحل ديت عايز اقول لكم ان هي من العجينة الرهيبة. هي طبعا مش عجينة خالية نحل وبس. دي تنفع لاي نوع عجينة اي مقبوزات عايزة تعمليها او فطاير محشية. هنا هعمل حليب محلة مكسف. عشان اللي مش عارف طريقته هو عندك في الفيديو هنا. اه كباية سكر بودر كباية لبن بودر. ونخلطهم كويس جدا في الخلاط مع معلقة كبيرة زبدة سايحة ونص كباية مية سخنة مغلية. ونخلطهم وخلص كده. هنا العجينة كانت خمرت وخدتها بقى عملتها. دي نص كمية العجينة بس عملتها اربع كور وكل كورة بقسمها على اربعة وبعدين على تمانية وبعدين ايه التمانية بقسمهم تانية على تمانية. زي ما انت شايفين كده عشان تطلع معي حجمهم يعني لحد ما قد بعض. بس برضو ايه لو انت مش عارفة تعمليهم قد بعض بالميزان. ما شاء الله يطلعوا برضو قد بعض زي ما انا بقى عمل كده. هشكلهم كلهم كورة صغيرة خالص قد اللمونة الصغيرة. كلهم كده. او قد اللمونة الكبيرة شوية. لحسب انت بتحبيها ايه? هفضل شكلهم كلهم زي ما انتوا شايفين كده. العجينة دي بقى عايز اقول لكم ان هي رهيبة. ان هي جميلة جدا جدا جدا. عجينة يعني فوق الخيل. عجينة تنفع لكل حاجة. هنا بعد اما شكلتهم عندي سنية دهنتها زبدة. يفضلت دينيها زبدة. سامنا ما تدينياش زيت خالص. عشان ما تلزقش معيك. وعندي جبنة كريمي. بفرد العجينة كده على ايدي. وبحط عليها قطرة الجبنة الكريمي. ممكن تستعملي بدل الجبنة الكريمي. جبنة مسلس او اي نوع جبن اي نوع حاجة انت بتحبي تحشي بيها. يعني ممكن اي لو انت عزها حدقة. بس احنا هنا نعملها حلوة. اه انا الجبنة الكريمي ديت انا عاملاها مش مش جبنة كيري ولا شريها ولا اي حاجة. الجبنة ديت انا عاملاها معكم في فيديو قبل كده بسيب لكم اللينك بتاع الفيديو. جبنة تحفة وموفرة جدا. لما بيبقى عندي لبن قطع او انا عايزة اعملها بجيب اللبن وحط له معلقتين خلو بخليه يقطع وبعملها. جميلة جدا بتمفع خالص. بصوا المسافة بين العجينة قد ايه? دلوقتي هي تخمر بجميل. بصوا لو انتم مش عارفين تعملوها على قدكم. ممكن تعملوها الرخامة زي ما انا عملتها. انا هنا بعمل واحدة تانية. احشيها شو نوتيلا. ممكن تحشيها قطع شوكولاتة عادي خالص. على فكرة اللي انا حشيتها جبنة جيد عملت منها سنيتين. مش صينية واحدة. يعني الصينية اللي انتم شفتوها دي عملت واحدة تانية اصغر منها. كده خلاص خلصت واحدة بالشوكولاتة واتنين بالجبنة. هنا بقى بقيت العجينة. اكورها كورة. ادي البرتقانة البلدي كده. وايه? وهعملها سندوتشات. وبعد ان تقدر تحشي السندوتشات دي اي حشوة تعجبك. مش لازم الحشوة اللي انا حشيها خالص. هنا كانت البيتزا خمرت. بعد ما قطعت العيش. اه سبته بقى وروحت ايه? اشيل البيتزا. هبطت التخمير اللي فيها زي ما انتم شايفين كده خرقته. وهحط كل كورتين كده في كيسة. انا عملت هنا اتناشر اه كورة. اه اتناشر قطعة يعني. الاتناشر قطعة دول بيعملوا اه اتناشر بتزاية من اتنين كيلو ونص دقيق. اتناشر بتزاية المقاس بتاع البتزاية ديها تلاتين سنتين. مش يعني يعني يتعمل في سنية تلاتين. مقاسها تلاتين. مش بتزاية صغيرة ولا حيجة. يعني بتعمل اتناشر بتزاية اتنين كيلو ونص دقيق. البتزاية تلاتين. انا غلفتهم زي ما انتم شايفينهم كده كل اتنين في كيس وحطتهم في طبق فوم. وغطتهم بكيس تاني وحطهم في الفليزر. عما باجي يخرج يخرج اتنين على حسب استخدامي. بقى كل كيس بخرجه. اللي بخرجه ما ينفعش يخش تاني. هنا بقى العيش اللي انا كورته هنا عشي جبنة رومي. عامله صندوتشات زي الفينو بالضبط. بقفله كده. بقفل على حتة الجبنة. زي ما انتم شايفين بفرده كده طولي. بيضوي كده. وبحط بس قطعة الجبنة كده. وبقفل عليها كويس. وبقفل عليها من الجناب. وبلفها رول. وبقفلها من تحت. بقفلها كويس عشان ما تفتحش مني وهي بتخمر. وزي ما انتم شايفين وكده ديت ممكن تحشي اي حشوة انت عايزها. ممكن تحشي سوسيس بسترمة. ممكن تحشي حشوة بيزة. ممكن تحشي لحمة مفرومة. اي حاجة انت عايزيها. هنا فصلت الصفرة عن البيضة خط الصفرة بس وحطيت عليها حبة لبن وحبة خل معلقة خل وربتهم مع بعض وهدهن بيهم وش المخبوزات بتاعتي وش خلية النحلة. بصوا بعد ما خمرت كلها تضاعفت ازاي. وبقت دي الصينية التانية اللي قلتركوا عليها رشية وشها سمسم. ودخلتها الفرن على اعلى درجة حرارة عندك ميتين ميتين وعشرين. لغاية ما تاخد لون من تحت ومن فوق من غير ما ولا علاها الشوية. او لما تخرج مباشرة بدهن وشها عسل لي اما شربات تقيل. وبدهن التانية حليب محلة مكسف اللي احنا عملنا. عملت واحدة كده واحدة كده الاتنين بالجبنة. ودية اللي بالشوكولاتة دهنت وشها محططلوش سمسم ولا حاجة. وادخلها الفرن برض. دخلتها الفرن وخرجت نفس درجة الحرارة. اول لما خرجت دهنت وشها عسل. اه وهنا العيش هدهنه برضو بنفس البيض واللبن وكده. ودخلت الفرن اول لما خرج. اه يعني اهو معنا. اه جميل جدا وسفنجي خالص. وده شكل المخبوزات بتاعتنا بعد اما خلصت. بجد طحفة رهيبة عاجينة. تنفع لكل حاجة. مش هتقول معاك لأ. تنفع للعيش الفينو للقيزر للساندوتشات للفطاير للبيتزل كل حاجة. تقدري تستغني عن اللبن البودر وتقدري تستغني عن البيضة. عيدي خالص. مش هتضرها في حاجة يعني. يعني هتطلع برضو معاك كويسة جدا. بصوا عايز اوري لكم قد ايه. هو سفنجي وهش وجميل. وبصوا العيش من جوه قطني ازاي? تحفة. بجد بجد العجينة دي رهيبة. وبرضو خلية النحل والعجينة دي عمتا. انا عملتها لكم الفيديو ده فصلته عن الروتين. علشان يبقى مفصل اكتر. وتقدري تستفاجي بكل تكاية في اكتر من الروتين. آآ جميل جدا. ده انا انا كنت عايزة اقول لكم ان اليوم اللي ميقباش ورايا في اي حاجة ما عنديش بجد اليوم ده كان اي حاجة. فقلت استفاد بي وعمل بي حاجات كده. ما كانش عندي آآ يعني شغل بيت ولا كده كان عندي اكل قبلها. وكان عندي وما كانش عندي تنشير ولا كان عندي اي حاجة. يا دوبك بس عملت المخبوزات ديت وخلصت وذكرنا شوية انا والولاد. وآآ يعني شفت اللي ورايا كده عدت شوية يعني كده يعني ما عملتش حاجة غير المخبوزات والايس كريم والآآ والجاتول اللي احنا شفناه مع بعض. حتى الجاتول اللي انا عملته دوت ما كنتش يعني زينه في نفس اليوم. كنت سيبه لتاني يوم يعني ازينه. بصوا قدي اسف مجاية. مهما بضغط عليها بترجع تنزل تاني لوحدها. ده دليل على ان العجينة نكحة معيه وجميلة جدا جدا. وان العجينة هشة. هشة بجد وقطنية وتحفة. العجينة دي جربوها في اي حاجة عايزين تعملوها بيها. هتعجبكو جدا 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 جدا. بجد مش هتشتروا تاني اي مخبوزات من بره. تحفة بصوا اللي بالشوكولاتة بجد رهيبة. عجينة رهيبة يعني مش قادرة اقول لكم بجد مهما قادرت مهما قعدت اوصف لكم قدي ايه انا مبسوطة جدا من العجينة دي مش هتصدق. عجينة تحفة بجد. جربوها تعجبكم اوي ان شاء الله. بصوا اساسا عايزة وريكم العجينة من جوة. قدي ايه وانتو بتفتحوها هشة وتحفة. بصوا تسويتها من تحت حلوة جدا. تسوية حلوة. يعني بصوا غدا لون غامق من فوق اللي انا عايزة كده. ومن تحت ما تحرقتش. احنا بنولعش الشوية. احنا بنولع اعلى درجة في الفرن عندنا متين او متين وعشرين. بصوا هشة ازاي? علشان المخبوزات عمتة لما بتحطيه اه يعني بتحطيه على نار هادية بتنشف. فلازم النار عندك تكون عالية عشان تطلع معاك سفنجية زي ما هي احنا شايفينها كده. وبتبقى على الشبكة اللي في النص ما ينفاش تبقى الارضيها هتتحرق ومش هتستوي في الشبكة اللي في النص ومش بنولع الشوية خلصية بتاخد وش من تحت ومن فوق وتبقى جميلة زي ما انتو شايفين دي اللي بالجبنة والعسل ودية اللي بالشربية هنا بقى كان كنت مش هذفقة يعني مش هغلف الجاتوم كنتش هزينه بس جال ديوف فقلت زينه بقى علشان حتى انا حطيته يعني نص ساعة بس في الفليزر بعد ما زينته علشان يقدروا يكلوه فقلت بقى اعمل لهم حاجة حلوة فكان عندي هو الجاتو فانا عملت كوباية موس وكوباية لبن وضربتهم مع بعض كويس جدا وجبت الديسكات الجاتو اللي احنا قطعناها الاول حطيت اول ديسك وساقيته شربات خفيف بارد وحطيت الموس عليه طبقة الموس وتاني ديسك برضو تساقيته تالت ديسك هم اربع ديسكات لان احنا كنا عاملين ديسكين تلاتين فاربعين قسمتهم لاربع هنا بقى اعمل التغليب بتاع الوش كوباية لبن وكوباية كريم شونتي احنا خلاص حاشينيها موس الاربع طبقات تلات طبقات يعني والطبقة اللي فوق مش هحشيها هجلسها بقى ايه كريم شونتي حطيت كوباية لبن ساقع متلك ومعلقتين كوبار سكر لان الكريم شونتي بتاعي خيم وهضربهم كويس جدا مع بعض عشان السكر يضوب شوي وحطت لهم كوباية الكريم شونتي وحط عليهم معلقتين كوبار كريم باستري كريم باستري بيفرق في الطعم جدا 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 وهضربهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء ضرب طعم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده انا عبدال حطيت كريم باستري يبقى لازم احط نص ربع كوباية لبن تاني يعني كوباية وربع لبن على كوباية الكريم شونتي وكوباية الكريم شونتي ومعلقتين الكريم باستري لو مش حطي كريم باستري يبقى كوباية بس هنا بقى بصوا سونكو كانت يقيل ازاي هو انا عايزة كده لازم عشان تعرف يتغلي في بيه فهجلس بيه بقى الجاتو من بره وجلسته كده زي ما انتم شايفين حتى انا كنت بعمل بسرعة جدا لان الناس عندي يعني خلاص كانوا جم وانا بجلسه كده كانوا جم فكت عايزة ايه اخلصه عشان يحطه شوية يعني يبى لما ننعد ونشرب حاجة يكون ايه يكون اااااا يعني قدر يسقع شوية وعملتلو زجزاج كده وبصوا انا ما دخلتوش الفليزر ولا اي حاجة بس طبعا انت لو بتعمليه لشغل او بتعمليه عن متن لا ما ينفعش تعمليه كده لازم يتحطف الفليزر على الاقل ست ساعات عشان يجمد عشان تعرفي تسويه لانك مش تعرفي تسوي كده على فكرة لانو ممكن يروحو يتهزز معيكو ويسيحو لكن يعني إحنا عشان إيدينا ويغضى على الشغل دوة فعادي بقدر أتحكم فيه لكن ما نصحكيش أبدا إن انت تقطعيه هو لسه ما دخلش التلاجة خالص لازم يخش الفليزر قسمته كده حتى من غير مقاسات ولا أي حاجة وعملت له روزيتات التزين كان بسيط جدا حتى أنا عايزة أزينه كده بحاجة تكون دخلك جوة الزجزاج اللي أنا عملته دوة علشان تديك شكل معرك كده بالأول جربت الصوص بتاع البلوبيري لقيته هي بسيح قوي فعملته بصوص الكراميل اللي كان في كيس الكريم كراميل اللي عملنا به الأيس كريم وحطت له وحدات بس من المالتيزر تزين بسيط خالص وحطت له وحدات من المالتيزر الصغيرة خالص ديت البني والأبيض والأحمر على الزجزاج اللي إحنا عملناه بصوا ارتفاعه وبصوا تزينه طحفة أنا كده أما خلصته دخلته الفليزر نص ساعة ماكملتش كمان نص ساعة عشان يقدروا يأكله بس ودي شكله بصوا ارتفاعه بصوا الكيك ها السفنجي جدا بصوا لكم قد ايه كيكا كانت هشة جدا وجميلة وكان ارتفاعه حلو جدا بس انتي تقدري تعمليه تلات طبقات بس بدل الربعة زي ما أنا عاملاه كده ياريت يوم والنهاردة يكون عجبكم والروتين البسيط بتاعنا يكون عجبكم لو عجبكم الروتين ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته